أكد عبد نبيل عيدودي الباحث في شؤون الدينية والسياسية ورئيس المجلس الجماعي الحوثات بإقليم سيد قاسم على أن الذفع الكبير لدخول غمار الانتخابات كان الفيضانات التي شهدتها المنطقة سنة 2009-2010 التي ألحقت ضراراً كبيراً بالساكنة حيث تقدم الانتخابات التشريعية لسنة 2015 لنيلي بعدها شرف تمتيل الساكنة وأضف المتحدد ذاته في مداخلته خلال مشاركته في الندوة التفاعلية المنظمة من طرف جريدة بنصة تحت عنوان التنمية بسيد قاسم ماذا تحقق أن التجربة مكنت من تحقيق 80% من البرنامج المسطر من قبل الجماعة للحد من أثار الفيضانات لفائدة 11 دواراً معتبراً بأن الجماعة أصبحت نموذجاً يحتذا به في الإقليم ومن جهته قال جواد الكريم هو إطار سابق بوزارة الفلاحة ومستشار بجماعة سيد قاسم إن الجماعة تعيش وضعاً مأساوياً في الفترة الحالية بسبب ما أسماه بالأمية التدبيرية والتسييرية التي يعاني منها المجلس المسير الأمر الذي أسفر عن تفويض مشاريع كبرى على المدينة وأدخل في متاهة الديون لتصبح بذلك مقبرة المشاريع وفقها وأشار الكريم خلال مداخلته في الندوة التي أضطرها الإعلامين أرضي لشهب إلى أن المجلس الجماعي لسيد قاسم وضع نفسه في موقف محرج ومهزلة بعدما صادق بتاريخ 17 مارس الجاري على فائد بقيمة 12 مليون سنتيم لتأتيه بعدها مباشرة مراسلات من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يطالبه فيها بأداء مصاريف 700 مليون سنتيم واتصالة المغرب ب16 مليون سنتيم وأوضح جواد الكريم أن إقليم سيد قاسم جاء في منطقة استراتيجية بين مدن كبرى إلا أن الأمية التدبيرية حولت إلى مدينة أشباح بعدما استقرت المشاريع بالرباط والقنيترة متابعا أن المدينة تعيش عجزا بنيويا بالإضافة إلى أن الجماعات الترابية باستثناء جماعة الحوافات يسيرها أشخاص من مخلفات الاستعمار والسلطة واسترسل المتدخل أن الوضع الذي تعيشه المدينة منذ سنوات الستينيات إلى حدود الساعة تعود أسبابه إلى التقويم الهيكلي الذي أغلق عددا من الشركات والمؤسسات الاجتماعية مما أوقع الإقليم في وضع كارتي مضيفا أن المدينة تعيش بفعل تضامن الساكنة وأبناء المدينة بالخارج والجهات الأخرى ممن يمولون معيشة الساكنة لأن كل المؤشرات أشعلت الضوء الأحمر وتنذر بالكارتة وشدد المتحدث ذاته على أن المدينة لا تتوفر على بنيات تحتية في كل المجالات معتبرا أن مكتب الدراسات تكذب حينما تقول إن جهة الرباطس للقنيطرة تتوفر على أكبر عرض صحي في المغرب لأن صدقاسم لا تمثل سوى 2% من هذه الأرقام إضافة إلى عدم وجود مندوبية لوزارة السياحة بالمدينة بدوره قال عبد بالفايق عضو المجلس الإقليمي لصدقاسم إنما تحقق في صدقاسم ما زال في حاجة إلى المزيد من المنجزات وأن المجلس الإقليمي شرع في دحويل اعتمادات مالية لدعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية من خلال اقتناء سيارة النقل المدرسي وبناء مراكز التكوين المهني حسبه وأضاف الفايق خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها الجريدة أن الإقليم سيشهد بناء كل متعددة التخصصات وهو مشروع يأتي في إطار التوجيهات الوطنية المستمدة من الخطابات الملكية واستراتيجية الترابية والتكوين لتوسيع الجامعات وتحقيق العدالة المجالية على حد تعبيره